علماء التفسير قسموا الآيات وصنفوها إلى أصناف إلى أقسام آيات عقائدية آيات اجتماعية آيات علمية آيات فقهية حقوقية وهذا التقسيم له غاية مهمة أنه يعرفك على الموضوع الأساس الموضوع الأصلي للآية إلا أن هذا التقسيم قد يغفل الباحث في القرآن يغفله عن المواضيع الفرعية التي تتصل بالآيات ثمت موضوعات قد لا تتصل مباشرة بموضوع الآية لكن تتصل به في المحور العام فقد ترى الآية في سياق ولكنها تبين موضوعا فرعيا لا يتصل بالآية ولكن قد يكون موضوعا في باب آخر له شأن وله أهمين شيخ الجوادي حفظه الله قال الشائع في الكتب العلمية أنها تكتفي بذكر المسألة المعقود لها البحث مسألة فقهية مسألة حقوقية مسألة مساء العلمية القرآن يعتمد على طريقة أخرى ما هي قال يدمج بين الحكم النظرية والحكم العملية يعني قد تكون الآية في سياق عقائد ترى أنه في جملة قصيرة يتكلم عن شأن اجتماعي أو قد يتكلم عن فضيلة أخلاقية في سياق موضوع وآية علمية أو يتكلم عن موضوع عقائدي في سياق موضوع اجتماعي أو آية اجتماعي هنا آية البحث هنا لباس لكم آية تتصل بأخلاقيات الأسرة تتصل بالاجتماع الأسري لكنها وارد في سياق آيات فقهية بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذه آية شنو فقهية حقوقية ثم الآية موضع بحثنا تأتي هن لباس لكم وأنتم لباس لهم إذن علينا دائما وأبدا ونحن نقرأ آيات القرآن الكريم ألا نغفل عن الموضوعات الفرعية المتصلة بالآيات يعني لا تظن إذا كانت آية عقائدية إذن لن تتعرض لمسائل اجتماعية أو أخلاقية أو بالعكس هذه نقطة مهمة في الطريقة التي اعتمدها القرآن الكريم في البيان ترجمة نانسي قنقر